مئات الآلاف من الجزائريين احتشدوا بساحة البريد المركزي بقلب العاصمة الجزائر ومدن أخرى للمشاركة في الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير السياسي والرافض لبقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ومن حوله في سدة الحكم تظاهرات الجمعة السادسة أخذت طابعا خاصا بعد تصريحات قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح والمنادية بتفعيل مادة 102 التي تنظم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية على الرغم مما أعلنته الإذاعة الجزائرية من أن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت في مصير الرئيس دعوة رئيس أركان الجيش حظيت بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيس والتجمع أمل الجزائر أحد الأحزاب المنضوية تحت الائتلاف الرئاسي والذي يرى أن تطبيق هذه المادة يمكن أن يشكل مساحة من الحل بينما تتوجس أحزاب المعارضة من تدخل الجيش في رسم المسار السياسي للبلاد ويتعين أن يقرر البرلمان بأغلبية الثلثين أي قرار يصدره المجلس الدستوري بشأن مستقبل بوتفليقة وبموجب الدستور سيصبح رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة وفي خطوة المفاجئة قررت إدارة التلفزيون الرسمي بقنواته الثلاث نقل تظاهرات الجمعة السادسة للحراك ما يعني أن الأزمة الراهنة أخذت منحا آخر يتجه نحو التغيير بصرف النظر عن طبيعة حجمه فيما أكدت وكات الأنباء الفرنسية أن السلطات الجزائرية قامت بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع على متظاهرين بعد وصول الأعداد الغفيرة للمحتجين أمام مقر الحكومة وهما ينظر بتحول في مسار الاحتجاجات مع دخول الجيش على خط الأزمة بقوة تواصل التظاهرات وإدامة الزخم الجماهري يحمل جوابا صريحا حول تعاطي الشارع مع اقتراحات تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بمفرده بدلا من إزاحة كل النظام استكمالا لموجة الاحتجاجات التي انطلقت في الثاني والعشرين من شباط الماضي للمطالبة بمغادرة بوتفليقة الحكم مع نهاية ولايتها الرابعة ورحيل جميع رموز نظامه